السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يأهلا واسهلا بكم من جديد عندنا ثلاث أدوات مجانية نستخدمها في تحريك الصور وإنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي للغاية الأن اين مجانية هذه الأدوات ونستطيع استخدمها في إنشاء الصور وإنشاء الفيديوهات وتحويل الصور إلي الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بطرق احترافية وتحريك أي صورة بواسطط أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تعرف نقومennamos على هذه الأدوات الثلاثة اول اداء عندنا هي اداة ستيب ليف فيديو هذا الاداء مجانية بالكامل تقدر تستخدمها في انشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وتحريك الصور بالذكاء الاصطناعي اول ما ستجل فيها رح تظهر عندك هذه الواجهة البسيطة طبعا هنا يعطيني شوف التحريك الموجود على هذا الاداء لو افتح هذا الفيديو هذا الفيديو منشأ من الصفر بالذكاء الاصطناعي لو ارجع الوراء على الفيديوهات الثانية رح نشوف فيديوهات كثيرة مسوينها بالذكاء الصناع عبر هذا الموقع شوف الجمالية طبعا الموقع مجاني واداة مجانية تقدر تستخدمها في تحريك الصور بنفس هذا الطريقة وتنشئ فيديوهاتها بنفس هذا الطريقة بالذكاء الاصطناعي الان رح نجربها مع بعض ونشوف النتائج اللي رح تعطيني هذه الاداء وايش الاشياء اللي اقدر استفيد منه عن طريق هذا الاداء شوف معايا الفيديو هنا يعني صراحة الجودة جميلة جدا والتحريك رائع جدا كأن التصوير فعلا سينمائي وقمة الروعة طيب الان لو رح ارجع الواجهة الرئيسية رح يضار عندي بهذه الطريقة الواجهة الرئيسية هذه الواجهة عندما تفتح معاك بهذه الطريقة عندما تسجل بالموقع تروح تبدأ على start with image اي تبدأ بتحريك صورة معينة او تبدأ start with text عندي صورة الان مثلا هذا الصورة اللي شكنا مع بعض مثلا عندي الصورة هاي الخيالية تمام ارفعها على الموقع طبعا هنا رح تظهر لك واجهة اللي حضر معاي شرح الان اداة شبيهة بادات runway يتحدد نوع الحركة انا رح اخليها دخول افضل شي دخول مثلا انا احتاج ان تكون الحركة دخول طبعا هنا down تريدها اسفل هنا تريدها بشكل دائري لو حالوزوني يعني تدور الكاميرا حول العنصر هنا بشكل جانبي يعني تدخل الكاميرا بشكل جانبي هنا تكون بشكل اهتزازي لو عندك موج او كذا بشكل اهتزازي ستكون ثابتة على شي معين على اه معين انا راح اطلب منه بهذا الشكل اعطي احتاج تكون يعني الصورة بشكل دخولي خلنا نشوف مع بعض وشوف النتيجة مع بعض كيف راح تكون طبعا الان يبدأ اه يحرك هذه نتيجة الصورة اللي انا رفعتها للموقع لاحظ معي التحريك البسيط يعني اه سواء لحركة زوم ان دخول للصورة حرك لي بعض الاشياء البسيطة يعني ما خرب الصورة والاشياء الخاصة في الصورة لا ارفع له صورة ثانية عشان ايش اجرب الموقع اكثر اه لو ارفع له حاجة ثانية مختلفة عن هذا الحاجة خلنا ارفع له اه طبعا تقدر تنزل الفيديو من هنا بهذا الشكل بعدها راح يبدأ ينزل عندك ارجع على الواجهة بعدين ارفع له الصورة اشوف عندي صورة هنا اجيب الصورة الان الصورة هذه البناية طيب الان ايش احدد احدد زي الوضع اللي قبل وشو طلبته او خلنا احدد هذا الطلب عشان اشوف ايش النتاج اللي راح يعطينيها طبعا راح تنتظر تقريبا ثلاث دقائق اربع دقائق وبعدها يبدأ هو يعالج الصورة ويحركها بذكاء الاصطناعي طبعا الان راح يشوف النتيجة مع بعض الان انتهى من تحرك الصورة خلنا نشغل ونشوف النتيجة يا السلام هو الان اخذ الصورة من اليسار اليمين وبدأ يكمل المشهد شوف الجمال جميل جدا يعني حرك للصورة بطريقة حلوة جدا مثل ما اشوف مع بعض الان هذا التجربة اجربناها بخصوص تحرك الصور وشوفناها مع بعض النتائج يعني جميلة والجميلة بهذا الموقع المجاني بالكامل هي عبارة عن صورة هي محركة لكن انا تقدر تحركها يعني بالدكاء الصناعي تقدر تحرك هذا الصورة يعني هو يحرك لك انت تولد الصورة عن طريقة تكست وبعدين هو يبدأ يحركها انا كنت افكر انه هو تكتب له النص ويعطيك فيديو على الاساس هذا النص ما خاب ظني بهذا الاداة خاب ظني لكن اشوف الان يقول لك يقول لك الان ولد الصورة عبر التكست بعدين انت تحرك هذا الصورة من خلال امر الجنيرات اللي هو من تحت من هذا الامر فانت تروح تختار التحريك وتختار احده من الصورة اللي انت حاب تحركها وبعدها تعطي امر الحركة من هذا المكان تعطيه اه بروديكت perspectiva بعدين ابدأ يحرك لك الصورة عبر التخوير بيسيط هذا الموقع الان راح نشوف النتيجة مع بعض بعد ما انا ختارت الصورة اللي ولدت عن طريقة الموقع نفسه ونشوف الحركة كيف راح تكون عبر هذا الموقع حر The Beaqashen ما شاء الله شوف الحركة جميلة جدا 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 واقعية 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 واجميلة. حركة امواج البحر فعلا كأنه على الشاطئ والصورة تحرك بطريقة احترافية جدا جدا جميل هذا الادا جميل جدا يعني التحرك فيها لا بأس فيه طبعا الان انتهينا مشروع على الاداة الاولى اللي هي اسمها ستيب ليفد بيتيو هذه الاداة تقريبا مجانية تستخدمها مثل ما شفناها مع بعض كيف استخدمناها وروح الاداة ثانية ولا الموقع الثانية هو موقع لنار دو اي طبعا الموقع لنار دو اي نعرف انه سابقا كانت متخصص فقط في تصميم الصور ورسم الصور بالذكاء الاصناعي يعني تعطي امر يولد لك الصور الان تم تحديثه في الفترة الاخيرة الى اصدار جديد واضح فيه خدمة تحريك الصور وانشاء الفيديوهات عبر التكست طبعا فيه الموقع هذا فيه اشياء مجانية اقدر استخدمها الان حركت بعض الصور على هذا الموقع زي هذا الصور اللي شوفها شوف الصور الان معي حركتها بطريقة احترافية طبعا ما فيه يعني تخصيص للحركة انت تعطيه الصور هو يبدأ يحركها من تلقاء زي الاداة اللي شوفناها البداية اللي ينت تحدد نوع الحركة اه الان هذا الموقع لينار دو اي ما فيه هذا الاشي ما فيه تخصيص تخصيص الحركة موجودة داخل هذا الموقع لكن هو يبدأ يعطيك تحريك اه نوع ما جيد مثل ما شوفه الان مع بعض هذا يعطينا روتيت الصورة كان الكاميرا اه يعني اه كيرف حول العناصر خلونا نشوف الان كيف راح نستخدم هذا الموقع في التحريك طبعا هنا معطيك حركة واشياء تم تحريك قبل على هذا الموقع شوف التحريك على هذا الموقع عند النت شوي بطيء لكن هو التحريك بشكل عام جميل جدا لاحظة الحركة سلسة ونعمة التقطيع هذا طبعا مو من الفيديو تقطيع من الانترنت عندي لو ستكون امن جديد لان جودة الفيديو عالية واقدر نزل طبعا لو نزل عندي راح حصل يعني التحريك يكون افضل الان لو اشغله لاحظ معي الحركة يعني يعطاني حركة سلسة ونعمة طيب كيف يشتغل الاداء كيف نشتغل الموقع نروح على هوم من هوم نختار خيار اسمه موشن هذا الخيار بعدين راح يطلب منك ترفع على الصورة انا عندي صور مولدة بشكل تلقائد عندك صور انت مولدها بشكل مسبق على نفس الموقع تقدر تحركها وتستخدمها انا راح استخدمها الان اه اروح اختار الصور اللي انا اه مشتغل عليها قبل او مولدها قبل بالذكاء الصناعي عن طريق نفس الموقع مثلا خلنا نشوف الصورة انا مولد صور كثيرة على هذا الموقع مثلا هاي الصورة اختارها الان يبدأ هو تعطيه خيار مباشر اعطي خيار آآ مباشر راح يبدأ يحرك الصورة تعطيه بعد راح يبدأ يحرك لك الصورة وانت تلاقي التحريك تروح على خيار ببروشونال فيد اي الشي الشخصي او الحركات الشخصية راح تلاقي الحركة موجودة هذي هذة الحركة خلنا نشوف كيف حرك لياها لو اشغلها بهذه الطريقة شوف معي الحركة حركة الشخص الشخصية الكرتونية كان اه يعني تتكلم او كانها تعبر عن شي فكانت الحركة جميلة طبعا راح هنزل الفيديو عشان يكون معي اه شغال بطريقة افضل خلنا نشغله اه لاحظة الحركة كأن الشخصية تتكلم خلنا نشوف الفيديو الثاني لو راح اختار الفيديو ثاني يعني حركة جميلة نوع ما طبعا نختار ستايل اللي هو ستايل الحركة نفس ستايل اللي انت ولدت في الصورة راح يختار لك يا ستايل الحركة على اساس الصورة اللي انت ولدت عن طريق هذا الموقع مثلا هذا الصورة لو نزلها نشوفها مع بعض جميلة الحركة كان هما يتمشون فجميلة نوع ما اطفال اخوه كانوا يتمشون وهذا الحركة الجميلة لو راح اخذ حركة ثانية تمام موشن اختار الصورة اللي انا مولدها قبل اه شو مور بعدين نروح على خيار انزل تحت انزل انزل على الفيديوهات الصور اللي انا مولدها قبل على هذا الموقع مثلا هاي الصورة اعطي كون بيرت كون فريم عفوا بعد اعطيه بعد اعطيه بعد راح ياخذك على بعد راح تلاقي الصورة محركة عندك بهذا الموقع هذه الصورة شوف نتيجة مع بعض جميلة جدا جدا كأن الطفلة تغني او تنشد او تقرأ والصورة والحركة رائعة جدا لو انزل الفيديو عندي شوفوا مع بعض هذا الفيديو شغله بصراحة موقع النتائج فيه جميلة جدا للحركة يعني تستخدمه في صناعة المحتوى مثلا عندك قناة قصص على اليوتيوب تقدر تستخدم هذا الموقع ببساطة وتحرك فيه اي صور بعد ما تنزل صور تحوى تخليها يعني بالصور ثابتة تقدر تخليها متحركة فتعطي المشاهد اكثر واقعية واكثر دقة فالصراحة مثلا اني عدت تحريك الصورة هذي شوفوا النتيجة الثانية مع بعض صارت الحركة اجمل لاني عدتها ثاني مرة ممكن انت لو تعيدها مرة مرتيا فراح تحصر على نتائج فعلا جميلة وهذا الشي راح يفدك بشكل كبير جدا في صناعة المحتوى في صناعة القصص في صناعة القصص الكرتوني للاطفال شوف الحركة جميلة جدا جدا طبعا الاداة الثالثة الاداة الثالثة الأغلب يعرفها لكن اني ضمنتها من هذا الفيديو عشان يعتبر الفيديو شامل هو الاداة اللي هي اسمها الموقع هذا المعروف الموقع آآ من الموقع المعروف ولو ادخل له اي صورة عندي صورة الذكاء اصطناعي وشوف كيف راح تكون الحركة تمام طيب الان الصورة ارتفعت عندي على الموقع يطلب مني انا احدد بالبرش الاشياء اللي اعيز احركها لانه هنا في تخصص الحركة اكثر من المواقع الثانية يعني يعتبر اعلى اكثر موقع متقدم هو موقع رانوي في تحرك الصورة حتى الان وفي الان مواقع اللي صدرت من اوبين اي 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 اللي هو اسمه صورة الان هذا تفوق على رانيوي الاداة الثانية اللي تجيب المرتبة مرتبة ثانية بعد صورة اللي اصدرت شركة اوبين اي اصدرت جوجل اداء اسمها ليومير اه هذه اداة تعتبر دارة الثانية بعد الصورة بعد تجيب المرحلة الثالية هي تحرك الصور ان شاءال فيديوهات بالذكاء الصناعي ثلاثة ادوات رئيسية هذه راح نجي على شرح ان شاء الله طبعا انا نتكلم عن ادوات المجانية هذه يعتبر ادوات المجانية لكن ليومير وصورة مهم ما هي ادوات مجانية انا الان اشرح فقط الادوات المجانية احدد الان الاجزاء اللي عايز احركها مثلا احرك الشرار هذا الاصفر حول العينين اقول له حركة تداخلية بعد الشكل اجيب البرشة الثالثة حدد العين نفسه اقول له حركة تموجية اجيب البرشة الرابعة على هذا النقاط اذا تروح يمين برشة الخامسة او الرابعة منطقة هذه تروح الشمال اعطي دول الان راح يبدأ يحرك كل الصورة اعطي generate راح نشوف النتيجة مع بعض كيف راح تكون عن طريق موقع طبعا اعطيك تجربة مجانية تقريبا المئة المئة وثلاثين ثانية او المئة ثانية كل ثانية تخصى من الفيديو الفيديو تقريبا مدته اربعة ثانية راح اشغل الفيديو ونشوف مع بعض نتيجة يا السلام حتى انا اشوف حركة العين ممتازة بس خلاني نزله احسن عشان ايش اشوف الحركة برياحية لانو النيفت عندي شوي فيه ضعف تمام الان تحمل الفيديو خلا نشوفه شوف الحركة مع بعض جميلة جدا 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 الحركة للعين حركة الاشياء حول العين بطريقة رائعة مثل ما اشوفه الان مع بعض حلو جدا هذا بشكل عام اصدقائي يعني ثلاث ادوات مجانية تقدر تستخدمونها في تحريك الصور وان شاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي حتى الان هذه الادوات الافضل والتقدم تجربة مجانية لجميع المستخدمين لا تنسى تفعل زر الجرس في القناة عشان ما تفوتك الحلقات القادمة انها راح تفيدك بشكل كبير في مجالات كثيرة جميع روابط هذه المواقع في وصف الفيديو وفي الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة